دكتور نديم أيوب رئيس قسم جراحة المثالك البولية وروبوتيك سورجري بمركز كليمانسو الطبي سامسي موجود معنا اليوم أهلا وسهلا فيك دكتور أيوب وموضوعنا موضوع كتير مهم لكتير من الأشخاص اللي عم يعانوا من مشكلة المبولة والفنكشن أو الوزيفة اللي بتكون يعني بلاشت تتعب بالمبولة اليوم رح نشوف بالطرية للبلادر يعني شغلة كتير مهمة وإنجازة عالم الطب وصل على لبنان خبرنا شوي أول شيء عن اليوم رح نشوف صور عن أول شيء المبولة وكيف بتشتغل ووين بيكون فيه مشاكل لألاء حنشوف بعض الصور بس عادة مين اللي بيكون بحاجة لتريتمنت من هالنوع هلأ في المبولة تشتغل مزبوط لازم يكون فيه شغلتين أساسيتين أول شيء هي عضل ريزرفوار بخزن المي بيشتغل حسب دورة واضحة سيكل معين بينقسم لأصمين أول شيء التخزين بعدين الإفراغ تخزين إفراغ ضغطها عطول بيكون واطي الكلاوي نحافظ عليهم وتاني شيء لازم كمانا نكون سابت هالضغط تما نروح بول ونقدر اجتماعيا نعيش حياتنا طبيعية فهلغير قصة العضلة لازم تكون طبيعية يلي عم نشوف هون شامل نعم هون عم نشوف العضلة عم نشوف الأعصاب اللي بيجوا من الجهاز العصبي اللي هني بيقمروا المبولة بتشتغل بريفلاكس كلما تتعبق شوي في شحنة كهربائية بتروح عمركز التبول اللي هو بأسفل الظهر بالنخاع الشوكي ومركز التبول وقته تمتلق لحد معين بيعطي الأمر بالتبويل الولد مثلا بيبول هيك كلما تتعبق موالته شوي بيروح شحنة الكهربائية عمركز التبول مركز التبول بيعطي الأمر بالتبول الكبار دماغ بيسيطر على هالمركز لهذا هو ريفلاكس بيسموه ريفلاكس فولونتير شغلة غريبة انه ريفلاكس يكون فولونتير بس هذا العضو الوحيد لبالجسم الايم على ريفلاكس فولونتير دماغنا هو بيؤمر مركز التبول دماغنا بيضال لاجمو لمركز التبول ساعة نحنا منقرر من قيم هالإنيبيسيون تتبول المبولي هلأ مين بده يستفيد من هالتقانيه كل الناس الصورة التانية شاني هون يمبين الجهاز العصبي وكيف مركز التبول هو بأسفل الصورة تحت S2 S4 هو الريفلاكس اللي بيؤدي لكيف تشتغل المبولي هلأ كل الناس المصابين بمشاكل بالجهاز العصبي أو بمشاكل بها العضلة ممكن يصير عندهم مشاكل بالامتلاء وبالتفريغ تبع المبولي مثلا الناس اللي عندهم سكري بندربوا الأعصاب ما بقود الريفلاكس يمشي مزبوط الناس اللي عندهم تصلوا بالواحس لروز ان بلاك كمان بيصير فيه ليجينز بين الدماغ وبان المركز التبول بيفلط المركز بيصير يشتغل عزوقه مثل الليد صغار بيصير بيبوله تحته عنده فالج الباركنسون الديسك بالرقبة أو الديسك بأسفل الظهر اللي بيشربوا كتير كحول الأعصاب بتنتزع على الكحول فكل مبدئيا مشكلة بالجهاز العصبي اللي بتأثر على المبولي هي بتأدي لخلل بوظيفة المبولي هالريفلاكس ما بقود يشتغل مزبوط زيد على هالشي كل المشاكل طبع العضلي اللي بيتأدتوا مثلا من تسكير مزمن من البروستات بتأدي انه مبولي بتنتزع كمان هالريفلاكس بينتزع والوظيفة تبعها تنتزع يا بيصير في واحد يفوت كتير على الحمام كل عشر دقيقة بدي يفوت أو بيصير في عنده حصر بول ما تعد تشتغل عضلي بتنشل العلاجات التقليدية شو بتكون؟ هلأ العلاجات التقليدية نحنا أهم شيء بقصة المبولي هي دراسة المبولي عنا مختبر خاص لتخطيط المبولي بنا نحدد بالتحديد هالخلل وين جاي هلأ كمان فينا نشوف على الصورة اللابوراتوار تبع تخطيط المبولي هو مركز هونيك مندرس هالمبولي وين الخلل؟ بالعضل بالأعصاب بالدماغ إذا ما عرفنا مظبوط السبب وين هالخلل موجود ما فينا نعرف كيف بناء هونيك مجموعة فعوصات للتشخيص لابوراتوار طويل عريض يعني كرميل هالشي هلأ مبدئيا نقدر نقص الخلل لعدة كاتيجوري أول شي هنه وقت تكون في إفراط بنشاط المبولي المبولي عم تشتغل كتير كل خمس دائبة نفوت على الحمام كل عشد دائبة نفوت على الحمام نقوم كذا مرة بالليل تنبول المبولي منقول كهربرة زايدة للمريض تنفسر له كيف أنه كل شوية بديفوت على الحمام من ناحية تاني في حصر البول بتكون في شلل بالمبولي ممكن هالحصر يكون جزئي يعني يفضي قصم ويبقى قصم أو يكون كل ما يفضي ولا نقطة وفي مشاكل المتصلة بالصمام صمام البول هو على مجرى البول الحنفية اللي بتهدي البول ممكن تكون كمان متشنجة تمنعه للإنسان يتبول ممكن تكون مرتخية تأدي لترويح البول فكل هالخلل هيدا كان بالصمام أول المبولي بيندرس بالمختبر وعا أساسه بيتقرر العلاج هلأ شو كانت العلاج القديم العلاجات القديمة كنا نستعمل أدوية وبعدها من استعملهم يعني فينا حتى نوصل جراحيا كنا نوسع المبولي يعني المبولي المفرطة بالنشاط اللي عم ضغطة عالية بشكل خطر على كلاوي أو عم تشتغل كتير فينا بكل سهولة نجيب قطعة من المصران نعملها رقعة ونحطها الرقعة على المبولي تتوسع المبولي هلأ تسهلت الأمور وصار فيه العلاجات الجديدة كان العلاج جراحي أو بالأدوية يمكن بالأدوية ولكن النتيجة بتكون نسبيا حسب الوضع يعني مثل ما قلتلك إذا حكينا عن إفراط نشاط المبولي فيه عندنا أدوية بيخففوه لنشاطها بس نهارا نوقف الدواء بيروح المفعول ونرجع نفوت كتير على الحمان وفيه عدد كبير من المرضى ما بيردوا على الدواء نعم اليوم العلاج بالبطارية شو هي البطارية يعني بطارية للمبولي شوية غريبة شوية جديدة نعم الأبحاث بلشت بثمانينات على إذا فينا نشتغل على هالريفلاكس تبع المبول إذا فينا نرجل جول هالريفلاكس فيه جراح اسمه إيميل تاناجو بأمريكا هو أصله مصري هو أكتر واحد يشتغل وكان هدفه يصحح المعاقين المشلولين اللي عندهم شلل جزئي ما بقعد الدماغ يسيطر على الريفلاكس يصيروا يبولوا بانتظام تحتهم ما بيقدر يظهروا من بيتهم وإلى آخرية وتوفق بأبحاثه وقدر طور هالستيمولاسيون طبعا المبولة من سامية نيرومودولاسيون يعني مودولاسيون لهالريفلاكس فينا إذا الريفلاكس عم يشتغل كتير نخففه إذا الريفلاكس عم يشتغل مش عم يشتغل مزبوط نقوي فهالنيرومودولاسيون هاي دي طور التدريجيان لصار فيه بطارية شركة مترونيك عملتها اسمها انترستيم أخذت الـ FDA approval بسنة الألفين بالحالات الشديدة جدا نضطر نركبها لها البطارية وبيمشي الحال عندها دور بالمخرج كمان ولا بس بالمخرج كمان المخرج عنده ريفلاكس لقلوة كمان اي نعم ممكن تستعمل للثلس بالخروج وللأمساك المزمن وعندها دور كمان بالأعصاب طبعا الحوض لأنه أوقات فيه ناس عندهم أوجاع مبرحة ومزمنة بالحوض بيسمون دولار بيلفين كرونيك ما بيقدروا يطلعوا من بيتهم كمان فيها تخفف كتير هالأوجاع وقتها تعمل المودولاسيون للريفليكس كيف رح يصير يعني شو البروسيدجر بالتحديد من بعد ما نكون طبعا خططنا وشين بيرجع بيكون نعمل سي بيسموه بلادر تشارت جدول للتبول كيف تبول بننقارن الأديم على جديد ممكن نعيد التخطيط نتأكد أنه تخطيط وما تصار عنا إثبتات سبجيكتيف و أبجيكتيف يعني سبجيكتيف هو وشو حس في ناس بيجوا تتالت نهار هلأ ركب ليها في ناس ما هم بيستفيدوا أبدا فالوقت يكون عنا الإثبات أنه مشيت ساعتها من برمج زرع الجهاز النهائي رح نشوف صور نعم فينا هلأ هوني كيف هالالكتروض عم نزرعة من بعد ما نزرعة بدنا نوصلها على الجهاز شفني الجهاز الخرجي ناكس تيز هوني عم نثبتها على الجلد يعني هي بتنوضع ببركوتانيس أبروتش يعني بس بدأ شكة صغيرة والتحديد بتم بالأشعة فينا نسرعة هيدا الجهاز الفرجات كونية اللي بروح فيه المريض على البيت وبيؤدي لتاست لفترة التاست اللي هي عشر تيام الجهاز بيكون يعني وبيعطيها الشحنات الكهربائية على الرفلاكس تبع المبولة على العرق المبولة لنا قدي وقت بده التاست تاست مبدئيا عشر تيام يعني منعطيه شعص عشر تيام حتى خلال هالعشر تيام فينا نعمل فترات آن فترات آف يعني وقفوا يومين يشوف وهون هيدا هو الجهاز موصول على العرق تبع المبولة وبيروح فيه جهاز خارجي على البيت المريض من بعد ما يتجاوب هون هيدا بعدنا بالتاست هيدا 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 بالتاست هون مرحلة زرع البطارية نهائيا الالكتروض بتكون أكبر هاي الالكتروض بيكون فيها أربع الالكتروض بسموها الالكتروض هيدا العصحوص هون عم تنزرع بالمؤخرة بالعضل نعم بمؤخرة المريض على عرق المبولة على الريفلكس هون هيدا الجايب الصغير اللي بنعملها بعضلة المؤخرة اللي بنحط فيها لجهاز لك الالكتروض كيف طالع وهون عم بوصل هيدا الجهاز هيدا الجهاز هيدا إذا بدنا نشوفه هون معنا كتير صغير بيطلع تقريبا يعني شي 2 سنتي هيدا هو الجهاز هيدا منحطه بالمؤخرة وهيك المريض بروع عباية من بعد ما نبلش الجهاز من هيدا المرحلة الثالثة هي زرع الجهاز النهائي هيدا البطارية الاسمها انتر ستيم وطورت كتير كان البطارية صارت حجمة كتير صغير وبتقدر تخدم خمس ست سنين ونحنا بصير بزيارات دورية عنا جهاز خارجي كمانا فين نشوفه اسمه انفيجن بيجي لعنا المريض من رقلج هالجهاز اذا فينا نعمل عدة انواع من التحفيز للمبولة في عدة لونجردوند الى اخره هيدا هو الانفيجن هو مثل ريموت كنترول خارجية قدرى ترقلج شغل هالمبولة المزروعة صارت تحت الجد ومعد تتبينها لما بينعمل التاست هالعشتيام وبتبين انه في فعالية او في تجاوب من قبل الحالي او المريض يعني اكيد البطارية رح تعطي نتيجة او فيها تعطي نتيجة عالسنة وبعدين ما يرجع يجاوب نحن كل الدراسات بيانيت انه 95% من المرضى بتظل الريبونس ماشي ووقتها يتوقف الجهاز عن الشغل دغري بيرجعوا على يا حصر البول يا افرط بالنشاط المبولي يعني دغري هالمودولاسون تبع الريفلكس بتروح والمبولي بترجع على حالاتها الطبيعية ليش لازم يكون فيه تعديل بحركة هالبطارية يعني بيكون تغير شي بالجسم او بيكون على العمر في يعني بعدها تتطور اوقات المرض بيتطور مثلا سكليروز ممكن تتطور السكري ممكن يزيد يعني فبأسروا هالشي على الاعصاب اكتر ممكن يمنع علاج للمشكلة لا هي علاج لمشكلة المبولي المتأسية من المشكلة للجهاز العصبي او عضلة المبولي بحد ذات منشان هيك رح يضل فيه الى متابعة المتابعة لازم تكون شهرية سنوية دورية اغلبية الاحيان مرة كل 6 شهر لمرة كل سنة زيارة عادية للطبيب والطبيب يتأكد من كل شي انه ماشي فيه ناس مثلا بتزيد كتير العوارض معهم بسرعة بيرجعوا بسرعة منعدل بشغل المبولي فيه ناس بغيبوا سنتين ثلاثة وفيه ناس حتى بعد 5 سنين وقت تخلص الانرجية بيرجعوا تا يستبلوها هي نفسها بوحدة تانية فيه عمر معين حتى عند الاطفال هالتقانية منقدر انطبقها فيه قوات مشاكل نعم اكيد فيه اطفال بيخلقوا بتشوهات بالجهز العصبي بالمبولي بيستفيدوا كتير او بيسلس بالخروج بيستفيدوا كتير من هالتقانية مبدئيا ابتداء من عمر مزاجة للاشخاص ممكن انه يعني يكون عم يستفيد من هالبطارية ما في سايد ايفكت لا ما في البروستيدجر سهل مبدئيا نسبيا يعني نعم البروستيدجر كتير منظم وموصوف وبلانيفيه بشكل كتير دقيق اول شي مشكة بروستات ما بتشكل ما بتشكل ابدا ريسك كبير للمريض هيدي اول شغلة تاني شي فيه مزبوط مثل حدرتك عم تقولي فيه مثلا اكتر شي بين النساء شي بسمو overactive bladder مبولة مفرطة بالنشاط ما الى سبب لا العضلة نورمال الجهاز العصبي نورمال حتى الحالة النفسية بندرسها وبتكون نورمال بس المبولة بت او من بعد عمل جراحي او تتغير نوعية كمانا شغلة فيه كمانا فيه سندروم بسمو سندروم دفاولر بعد مثلا عملية زايدة او عملية مبيض بتنشل مبولة نهيا ما منعرف لاش ما بعد يمشي الريفلكس ابدا كمان هيدول مية بالمية بتجاوبوا على البطارية فتفرق معهم كتير لانه قبل وقت تكون مشلول المبولة لازم يميلو حالهم اربع خمس مرات بالنهار بالحياة اليومية هيدول بسمون clean intermittent catheterization بينتقلوا لتبول طبيعي مية بالمية فنوعية الحياة بتكون اكيد اكيد هي اكتر شي لنوعية الحياة اكتر شي معمولة لنوعية الحياة هلا امتا كتير مهمة للحياة الصحية عند المعاقين ليش لانه ضغط المبول وقت يكون عالي ممكن يأثرهم على كلاويون فهي كمان ممكن توطي ضغط المبول وهيك نحافظ على كلاوي على المدى اللي بعيد هل تكنيك جديدة بنوعية ما بلبنان بس مش جديدة عالميا وعندها FDA approval عندها FDA approval من سنة الـ 2000 بلشت تنتشر في شكل واضع ابتداء من الـ 2005 نحن من 2005 نعملها بلبنان مركزنا هو تقريبا الوحيد اللي عنده إياها ومع شركة مترونيك في تعاون كتير وصيق وعم ننشرها حاليا حتى بالدول العربية صرنا نشرينها بأربع دول عربية البحرين الأردن الجزائر ومؤخرا من 3-4 شهر بالمغرب بلا شوفية رقص نديم أيوب رئيس قسم جراحة المسالك البولية والروبوتيك سورجوري بي مركز كليمانسوتو بأهلا وسهلا فيك شكرا اليوم لك كثير من الأشخاص أخذوا أمل بحياة طبيعية مع المعلومات شكرا لك مشاهدين وقفها لأ ونرجع ومتابع شكرا